وحول الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلينا السفيرة جينا وينستالني رئيسة مجلس سياسة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة والدبلوماسية الأمريكية السابقة أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية بداة سيدة جينا قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لوزير الدفاع الإسرائيلي وف جالنت في اتصال هاتف مؤخرا إن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف مشددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة فكيف ترين ما تم التناوله في هذا الاتصال وبرأيك هل تنجح الضغوط الأمريكية على إسرائيل في وقف إطلاق النار؟ في البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة بالطبع نحن لا يوجد لابد أن يكون هناك دعم مستمر للقضية الفلسطينية ولابد أن يكون هناك استمرار في الضغط الأمريكي على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة ومن جانب مصر ومن جانب قطر أيضا حيث أن هناك تواصلات مستمرة بين الأطراف الثلاثة ولابد أن ندعو كل الأطراف من أجل حل هذه الأزمة منذ الهجمة الإيرانية الأخيرة نحن رأينا أن هناك الكثير من التداعيات ومحاولات لعدد من الأطراف لحماية إسرائيل في هذا الصراع عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك قائد حماس يقرون أن الحاجة إلى وقف إطلاق النار أمرا إلزامي أنا على قناعة تامة أنه يمكن أن نعول بشكل كبير على هذا التواصل الفعال بين الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى الدول الصديقة والحليفة من اليوم الأول وهذا يتطلب أيضا عددا من اللقاءات الخاصة والثنائية أيضا من خلال هذا الدعم ومن خلال هذا الزخم ليس الذي يعتمد بشكل أساسي على الكلمات فقط لكن لابد أن تكون هناك إجراءات فاعلة على الأرض من أجل أن نتفهم التكلفة الباهظة على كافة الأطراف حيث أن هذا يكلف الجميع ثمنا باهظا الغزة تحتاج إلى وقف إطلاق النار والهجوم ضد المدنيين لابد من وقفه فوريا وأيضا هناك حاجة ملحة لإطلاق صراحة الرهائن والمحتجزين لابد من أن نضع في الحسبان أن هناك محتجزين أمريكيين في الجانب الآخر وكذلك هناك تدعيات بسبب هذا الأمر في قطاع غزة فبالتالي الأمريكيين يحتاجون إلى التهدئة بشكل فوري وكذلك هناك تأكيدا على هذه المساعي فمن خلال هذه الجهود أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف نتوقف من هذه العدائية سيدة جينا في المقابل هناك الكثير يوجه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتهمها بالمسئولية عما تشهده غزة يوميا من تصعيد على خلفية استمرار إرسال المشاعدات والأسلحة إلى إسرائيل فلماذا برأيك وهل هم محقون في هذه الاتهامات هناك طريقتين يمكن أن ننظر بهم إلى هذه الأمر لا أعتقد أن أي مواطن أمريكي يقف وراء هذه العدائيات ولا يعفي الولايات المتحدة من مسؤوليتها وكذلك القادة العسكرين الإسرائيليين كما ذكروا منذ عدة أسابيع إذا ما توقفت الولايات المتحدة من إمداد إسرائيل بالإمدادات والدعم الأسلحة فسوف تتوقف الحرب فوريا فبالتالي هناك اعتراف كبير بالتدخل الأمريكي وتأثير الولايات المتحدة ورئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية كانوا واضحين تماما أن هناك حاجة إلى الوصول إلى التسوية بالطبع لابد أن يكون ذلك في مصلحة إسرائيل من وجهة نظر إسرائيل الولايات المتحدة لديها قراراتها بهذا الشأن ولكن بغض النظر عن كل ذلك فإن الولايات المتحدة لم تستخدم أي أدوات تعزيزية التي لديها حتى الآن بشكل قوي وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة واضحة وكان هذا عمرين جليا على مدار الأشهر العشر الماضية بالطبع العلاقات المتوترة ليست صحية نهائيا على البيئة الأمنية في المنطقة أي خطوة أو أي تحرك من جانب إسرائيل بالطبع على مسؤوليتها الخاصة ولكن هذا يجلب الولايات المتحدة إلى منطقة تتحمل فيها المسؤولية ولا ترغب في أن تصل إليها الرئيس أوضح وجهة نظره خلال هذه الأشهر العشر أن الدور القياد والرياد أمرا في غاية الأهمية وأننا لسنا في حاجة إلى مزيد من التداعيات والصراعات ليس لدى أي طرف رغبة في أن يرى مزيدا من القتل نحن لا نرغب في الاستمرار المقاومة في اشتباكاتها مع إسرائيل في كل هذه الصراعات ولهذا السبب فإن أمريكا بالطبع تعمل على حماية إسرائيل في المقام الأولو وهذه سياسة راسخة في السياسة الأمريكية ولكن مع الوضع في الحزبان الحفاظ على التوازن في العلاقات ليس الأمر محل نقاش بالطبع هذه العلاقات راسخة وأيضا هذه العلاقة لن تتغير ولكن القرارات يمكن أن تؤثر بشكل فعال من أجل الوصول إلى التهدئة والتوازن في هذه العدائيات من أجل الوصول إلى اتفاق ولكن في الوقت الراهن السيطرة على الوضع الراهن أمرا ملحا والولايات المتحدة تستمر في ذكر أننا سوف نقدم الحماية المستمرة والمساعدات بغض النظر عن ما يحدث الشعب الأمريكي يرى ذلك بكل وضوح وكما نرى أن هناك استطلاعات رأي كبيرة في الولايات المتحدة لا تتطفق مع هذه السياسة الخارجية الأمريكية ولكن في نفس الوقت هناك دعم كبير من جانب الشعب الأمريكي ومن جانب السياسة الأمريكيين إلى إسرائيل ولكن رأينا كذلك بعض الجهات الدولية القضائية وتحاول فرض سيطرتها على الوضع الراهن والشعب الأمريكي أدعم كل هذه الجهود القانونية لكن حتى الآن لم يخرج قرارا واضحا من هذه المحاكم يوقف ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة لكن سيدة جينا هل من المنطقي أن تقابل إسرائيل البيان المصري القاطري الأمريكي المشترك الذي صادر مؤخرا ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الطويلة للفلسطينيين هل من المنطقي أن تقابل إسرائيل هذا البيان من الحليف الرئيسي لها والوسطاء في هذه الحرب الانهائية تقابلهم بمجزرة مروعة في قطاع غزة حدثت صباح اليوم من وجهة نظري أعتقد بشكل كبير أن هجمات اليوم بالطبع كانت مخططة قبل إعلان هذا البيان ولكن كذلك أعتقد أن المفاوضات يمكن أن تبدأ من اليوم الأول ومن المحتمل بشكل كبير أن الإسرائيلين سوف يأخذون قادة حماس بكل ما أوتوا من قوة من قبل هذه المفاوضات وقبل بدءها وبالطبع ربما تكون هذا جزء من الحسابات الوقت يمر بشكل سريع لابد من الوصول إلى الاتفاقات وبدء هذه المفاوضات والمباحثات في شكل فوري قبل زيدا من التدعيات وقبل الإسبوع القادم سوف تكون هناك مزيدا من الجهود من كافة الأطراف من أجل بدء هذه المباحثات قبل وقوع أي إصابات إضافية أو هجمات إضافية السؤال الأهم الآن سيدة جينة هل الإدارة الأمريكية الحالية بشكلها الحالي قادرة على وقف الحرب بغزة في ظل الانشغالات بالانتخابات الأمريكية الرئاسية؟ هذا الوقت حاسم في الولايات المتحدة بالنسبة للإدارة الحالية وكذلك للمرشحين الرئيسيين الرئيس كان واضحا تماما منذ السابع من أكتوبر في العام الماضي أنه سوف يعطي اهتمام كبير في هذه الأوقات العصيبة وسوف يقدم كل الدعم الممكن إلى إسرائيل ذلك ذكر من وقتا لآخر وذكر أن هناك خطوطا حمراء وقد أوضح أنه من المنطقي أن نعتقد أن رئيس الوزراء إسرائيلي يرغب في استمرار الحرب من أجل أن يظل في السلطة الإسرائيلية وهذا أمرا واضحا لكل القادة من الطرفين الأمر بالطبع كلف الفلسطينيين الكثير الآلاف قتلوا من المدنيين وفي حقيقة الأمر نحن نقر بهذه الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل واتخذها بنيامين نتنياه من أجل الحفاظ على مكانته ولكن لا يمكن أن نستمر في تقبل هذه الأوضاع المذرية بالطبع لابد من وقف إطلاق النار في البداية والرئيس بايدن أوضح هذه النقطة بشكل واضح وأصر على استمرار الدعم بغض النظر عن كل هذه الدعاوة لوقف إطلاق النار ويعتقد هو بشكل كبير أن هذا تهديد وجودي لإسرائيل ربما يؤدي إلى مزيدا من التداعيات إذا ما لم يستمر في تقديم الدعم لإسرائيل حيث توقيف الدعم ربما يؤدي إلى زوال دولة إسرائيل ولا يمكن أن يرى ترى الإدارة الأمريكية هذا الأمر بشكل مختلف ولكن في حقيقة الأمر التهديدات كانت كثيفة للغاية من اليوم الأول الولادة المتحدة تدعم إسرائيل وتستمر في هذا الدعم ولديها سياسة راسخة في هذا الشأن بالطبع هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على تاريخ طويل من العلاقات الودية إذن سياسة أمريكية ثابتة لدعم إسرائيل كما تقولين سعادة السفيرة لكن إذا كان ذلك يعارض رغبة الكثير من الأمريكيين الذين يرون أن إسرائيل ترتكب مجازر وفضائع في قطاع غزة شكرا جزيلا لك سعادة السفيرة جينا وينستانلي رئيسة مجلس سياسة الشرق الأوسط بلولات المتحدة والدبلوماسية الأمريكية السابقة على كل هذه التفاصيل والتوضحات كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك